اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفريق النصر فريق كبير الشباب ممكن يوقف الهلال ما تدري مباريات اخرى ممكن توقفه ما ندري بس اللي احنا شايفين قدامنا انه حتى لو قدامت على الهلال في شوط ما تضمن الهلال اليهن يصفر الحكم الهلال يفوز اليوم على الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد في كلاسيكو كبير جمعهم على ملعب الجوهرة في مدينة جدة بحضور تقريبا ثلاثة وخمسين الف وشوية من الجمهور المتفاعل وكان هناك حضور متميز للاهلي طبعا كان بشكل واضح جدا وحضور ايضا مؤثر حسب الحصة المحددة لنادي الهلال في المباراة ويمكن تعتبر هذه المباراة اليوم هي ثاني مباراة اعلى حضور بين الفريقين يمكن الاعلى اعلى حضور جماهيري كان في ملعب الجوهرة لمباراة بين الهلال او الاهلي والهلال هي كانت مباراة عام الفين وستعش التي او التي حقق فيها النادي الاهلي بطولة الدوري السعودي الفين وستعش الفبروك للهلال هارد لك للاهلي شفنا مباراة ممتعة وكيد رح يكون مع ضيفنا تفاصيل اكثر نبدأ الحلقة خلنا نشوف خادر عسى رئيس النادي الاهلي اليوم صرح تصريح بعد المباراة بان وليد الخضير كان من المتابعين اولا الحمد لله احنا قدمنا مباراة رايحة اللاعبين قدموا مستوى رايحة امام فريق الهلال حقيقي انا اتكلمت في جزئية عدتها مرارا وتكرارا صعب تفوز امام اثناشا اللاعب للامانة صعب تفوز امام اثناشا اللاعب اعتقد المنافسة كذا يعني الموازين مختلفة هنا قرارات اتخذت وهذه امور فنية تعالج في اماكن اخرى ولكن انا اتكلم على ما يحدث داخل الملعب صعب تفوز امام اثناشا اللاعب البلنتي اللي حدث اليوم انا ما اعتقد انا مشكوك في صحته هنرجع له الاهلي كان يستحق ايضا بلنتي على اللاعب علي مجرشي يعني داعس على الرجل بنفس الالية البلنتي احتسب بعد ما الكورة خرجت من رجله يعادة البلنتي ايضا حقيقي انا مني فاهمها ولكن انا تكلمت في الجزئية هذه كثيرا صعب تفوز امام اثناشا اللاعب مستحيل تفوز شكرا لك كابتن نوردين في لقطة اليوم شفت فيها خسوس يمدرب الهلال طلع من شعوره مع البيك حصل لخبطة كده في الدفاع شوف اللقطة هذه اللقطة حصل لخبطة كده في الدفاع شوف المدرب حالة يعني كان اظن يوجه كلامه للبليهي اذا ما نبغلطان شوف حصل مع الحارس حصل ارتباك هي تحدث هي تحدث في بعض حين يشوف انه اللاعب يقطع كان من المفترض او الحارس كان من المفترض انه ما يقرش في مثل هذه الحالات فهو الحارس خرش بيش ياخذ الكرة هي بخارج المنطقة والمدافع خلاها للحارس كان من المفترض ان المدافع هو اللي يتصرف انا اعتقد ردة فعل تعمدرب عادي طبيعية 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 خلينا نشوف يعني كابتن فودا فيه كم سؤال جاني بس فيه سؤال خلينا نعطرحه على كابتن نور الدين فيه سؤال مشاهد يقول مين يقدر يفوز على الهلال في الدورية حسن ما تشوف من الفرق من الممكن احتمال يقدر يخسره عناصريا عناصريا اتحدث عناصريا الاتحاد بيمكانه الاهلي بيمكانه النصر بيمكانه الشباب بيمكانه مقارعة الاتفاق بيمكانه مقارعة لكن لازم تتوفر مشاريع فنية واضحة المعالين في هذه الاندية لاستطاعة مقارعة الهلال من غير هذا مستحيل انت تتكلم على خيسوس أربعين سنة خبرة في الميدان مقارعة بمدرب الاهلي عنده سنتين في الميدان فرق شاسع يعني انت ترى انه الاتحاد والنصر والاهلي اليوم حاول طبعا بذل المحاولات يعني تشوف ان مباراة النصر على سبيل المثال المقبلة مع الهلال رح تكون من أصعب المباريات على الهلال رح تكون صعبة اذا كان هناك عمل خاصة اذا كان المدرب الحالي لسه جاي مدرب جديد ومدرب منه الدوري الإيطالي وكذا فهو اولا بدأ يصلح معالم الدفاع اللي كان يعاني منه كثير النصر انا اعتقد انه اذا ما اقدر يعرف العقلية اللاعبين خاصة اللعب السعودي اللي انه اللعب السعودي موثر وموجود داخل الميدان اذا اقدر يعرف ويقدر يوظف هذا الاشيء انا اعتقد انه النصر باستطاعته مقارعة الهلال في الاسابيع القادمة انت عارف اربع مرات يا يسله واجه الهلال ثلاث مرات منهم كان الاهلي هو المتقدم ويفقد النتيجة والله هذا حتى رأيي الجمهور النصروية كلهم كانوا يقولوا ان الامر غير طبيعي غير طبيعي غير طبيعي لا اقصد مدرب الاهلي في الاهلي 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 التقى مع الهلال اربع مرات ثلاث مرات منهم كان الاهلي متقدم ويفقد النتيجة هذه الشوطة الثاني الشوطة أنا أقول لك يعني الفريق غير ما عندوش قوة يستطيع يرد بها خاصة خلال 90 دقيقة ريتم المباريات لما يكون فريق عنده ريتم أعلى من ريتمك ويفرض عليك أسلوبه وعنده هوية من الصعب جدا مقارعته عبد العزيز الزلالة الهلال تضل تفضل خلينا أشوف معك ركنة الجزاء في كثير نقاش عليها وفي تصريحات عليها خلينا شوف معك ركنة الجزاء اللي احتسبت للنصر ونفذها كريستيانا رونالد للا بينا بداية ركنة الجزاء غير سليمة تم احتسبها لفريق النصر ليه أقول لك ليه برغم الكرة جات في إيد عندنا كان فيه تنافس واحتكاك بين مهاجم النصر ولعيب نادي العروبة وبالتالي التنافس ده خلى وضع مبرر طبيعي لإيد لعيب نادي العروبة تبقى موجودة في كده لو ما كانش فيه الاحتكاك ده كنت قدر أقول لك وضع لإيد غير مبرر بسبب الاحتكاك ده وله هو الاحتكاك طبيعي ما فيهوش خطأ برضو على مهاجم النصر شيء طبيعي جدا تم تحتك ليمكن وانت ناطط وانت نازل إيديك هتبقى جنبك فده وضع مبرر لإيد لعيب نادي العروبة وبالتالي طبعا كان قرار الحكم خطأ ده أقول لك قرار الحكم كمان هو اللي بيقول لنا قرار خطأ عاوزك تشوف يا كابتن هنا شوف هنا إيد لعيب الجورة جاتي رفع إيده لفوق بيقول إن الكرة جاية فوق في الإيد بيشاور كده عند الحكم حتى مش مركز هو حسب على إيه الحكم غلطان وبرضو حكم الفيديو غلطان كان لازم يستدعيه كرة دي لا تجد رك الجزاء بسبب وضع الإيد لاعب نادي العروبة كان في وضع مبرر بعد احتكاك مهاجم النصر مع مدافع العروبة اليوم في مباراة الأهلي مع الهلال في الهدف الأول الهدف الأول للنادي الأهلي اللعب يسجلوا فيها ركز أبو أحمد شوف الهدف لحظة بعد التسجيل يعني شوف خلنا تشوف الهدف طبيعي تسجل طيب أوكي بهداوة اللعب وين انطلق شوف اللعب الآن أمام مدرج الهلال ترى نعم لحظة عد معايا كم زجاجة ترمت إيش ترمع للعب ما ترمى شي ما ترمى شي الحقيقة يعني هذا نموذج مفروض يكون في بلعبنا شوف ضبط مدرج ومعقولة كل الناس تثبط نفسها بس هي خطوة جدا جميلة مفروض كل الجمهور يكون عنده هذا الكنترول العام الماضي كي سي سجل في الاتحاد واحتفل من مدرج الاتحاد كده ولا زجاجة واحدة ما ترمى نحن ما نسقط على الاتحاد نتكلم بشكل عام لا أنا وأقول لك يعني متكررة وأمر جيد يحسب لمدرجة الهلال ويحسب لمدرجة الاتحاد ويحسب لأي مدرج يظهر بهذا الشكل الجميل عبد العيس الزلال شرايك بصراحة منظر جميل ما هي غريبة ما هي غريبة على جمهور الهلال أبو بدر جمهور الهلال يعرف فريقة عارف من فريقة هي قدر يرجع في المباراة ولا هلي فريق كبير فما هي غريبة الغريب أنه لو الهلال اللي ينسوه شيء كان شاهدت الجميع يطالب لجنة الضباط بالتدخل واللجنة الضباط والحكام والمراقبة المباراة هذا جمهور الهلال راقي غرم أبو خالد يعني اللاعب بس خلطان كان يروح يوقف الوقف هذه كان ممكن تصير فيها يعني مشكلة الله يو بدر شوف اللعبة مع فرحة الهدف ممكن يصير أي شيء ضد أي حركة رزايدة أو ضد نرفزة الجمهور ما فيها لكن أنا شايفها فرحة عايدية صحيح عند جمهور الهلال لكنها محترمة فرحة محترمة يا أبو بدر جمهور الهلال شكرا جزيلا لتعاملهم مع الموقف هذا وأتمنى الثقافة هذه موجودة تكون في الدوري ممتاز جدا تكون عند الأندية كلها يا أبو بدر خاصة الآن إحنا جايين على فترة أنه حيكون عندنا منشآت وحيكون عندنا ملاعب ما راح يفصل الملعب عم درج الجمهور أي شيء حيكونوا قريبين جدا كابتل نور الدين يعني شايف يعني أوكي أنا فاهم أنه يفرح بس تروح توقف الوقفة هذه يعني كأنك تقول ارموا نعم هو من المفترض أنه ما يقومش بشيء كما هذا خاصة أنا أمام جمهور المنافس لكن جمهور المنافس الهلال معروفين يعني ما يحاجة شديدة عليهم جمهور رياضي وتصرف تصرف رياضي هم متعودين يفوزوا وعارفين أنه فريقهم راح يرجعوا ورح يفوز يعني يديهم ورجليهم وما يبارد يثقوا في فريقهم وعارفين يعني احجموا أينما أردتم فالدوري لي مع الاعتذار للجملة الأصلية